موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان وأولى حلقات المونديال روسيا 2018 على شاشة قناة النادي الأهلي نهاردة ان شاء الله هنكون مع حضراتكم في أول حلقة علشان نتكلم على مونديال روسيا مونديال روسيا واللي بيشهد طبعا أحداث كثيرة جدا وكمان بشاركة منتخب مصر في المونديال بعد 28 سنة غياب عن بطولات كأس العالم ان شاء الله هكون موجود مع حضراتكم يوميا من الساعة العشرة وحتى الساعة الثانية عشر مساء علشان نتكلم في كل أحداث اللي بتخص كأس العالم من أخبار من كواليس من طبعا تقارير مع الجمهور المصري وكالعالم زي ما معاودين حضراتكم على الفيديوهات والكواليس اللي بتشوفوها بس هنا معنا على قناة النادي الأهلي طبعا النهاردة أقيم أربع مباريات في بطول كأس العالم وآخر مباراة بتقام حاليا ما بين المنتخب الكرواتي والمنتخب النيجيري والكرواتي المتقدمة بنتيجة 1-0 على نيجيريا ونيجيريا أكيد من المنتخبات الأفريقية اللي بنتمنى لها كل توفيق في بطولة كأس العالم لكن قبل ما نروح زي ما قلت لحضراتكم في البداية معنا فقرات فهنبدأ بقول فقراتنا وهي فقرة الأخبار هنقول لحضراتكم بعض عنوين الأخبار السريعة جدا اللي أكيد تهم كل الشارع المصري مش بس خاصة بها المنتخب المصري لا ده خاصة بكل الكواليس والأحداث الخاصة بها المنتخبات الأخرى وبالجو العام في البطولة طبعا هنبدأ به أول خبر وهو خبر مهم جدا أن اتحاد القرى بيشكر قرار الفيفا بعد ما طبعا إدى أمر أن يتم إذاعة 22 مباراة بدون تشفير وإحنا عارفين أن كان فيه مناوشات وجدال كبير جدا قبل بداية كأس العالم وبالتالي الفيفا سمح لإذاعة 22 مباراة بدون تشفير منهم مباريات منتخبتنا العربية زي طبعا مباريات منتخب مصر ومنتخب السعودية ومنتخب تونس ومنتخب المغرب بجانب طبعا بعض المباريات زي المباراة الافتتاحية وزي المباراة النهائية طبعا الأستاذ إيهاب لهيطة تصريح وبعد مباراة مصر والأرجواي قال أن الهزيمة حرمتنا من الاحتفال بعيد ميلاد محمد صلاح نعم تم الاحتفال بعيد ميلاده في الملعب قبل المباراة وبعد المباراة لكن كانت الأجواء مش مناسبة للعيبة منتخب مصر أو الجهاز الفني أن يحتفلوا به بالشكل اللائق إن شاء الله تتعوض في مباراة روسيا وإلا هيشارك فيها بنسبة 100% إن شاء الله منتخب مصر بيستعد لروسيا بصفوف مكتملة زي مولت لحضراتكم محمد صلاح إن شاء الله يكون جاهز لمواجهة منتخب روسيا في مواجهة يوم الثلاثة إن شاء الله ساعة تمانية بتوقيت القاهرة مباراة تبقى قوي جدا نتمنى كل توفيق لمنتخب مصر ولمحمد صلاح إن هو يعود بقوة كبيرة جدا جدا مستر هكتور كوبر بيصحح الأخطاء أمام روسيا ما فيش شك إن مستر هكتور كوبر كان واضح إن فيه عندنا مشكلة هي مشكلة دايما شفناها في كل اللقاءات الودية حتى بعض المباريات الرسمية هي الكرات الثبتة الكرات الثبتة زي ما شفنا لقاء مصر وأورجوي إن الهدف جي من كرة ثبتة بعد فاول يعني ما كانش ليه أي داعي لكن خلاص قدر الله ما شاء فعل كرة ثبتة لاعب اللاعب العجوي بينط وسط ثلاث لعيبة من لعيبة منتخب مصر منهم اتنين يعني طوال جدا جدا هو أحمد حجازي وعلي جبر وكان معهم اللاعب الثالث محمد النيني فإن شاء الله مستر هكتور كوبر يشتغل على تصحيح الأخطاء كابتن أسامة نبيه تصريحه خمسية السعودية تصعب مهمتنا أمام روسيا ما فيش شك إن مباراة روسيا خمس أهداف مقابل لشيء ممكن يكون روسيا ما قدمتش أداء جيد لكن كسبت بخمس أهداف وإحنا عارفين أن ليه أن في الأول وفي الآخر قرة القدم بتعترف بالأهداف وبالنقاط مش بمستوى أي من الفريقين فبالتالي كمان ثلاث نقاط لروسيا بتصعب مهمة منتخب مصر لو كان المباراة انتهت بالتعادل كن ممكن الشيء إن مباراة روسيا ما يكونش عليها الضغط اللي هيواجه لعيبة منتخب مصر لكن رجالة المنتخب قادرين على الفوز إن شاء الله والخروج بنتيجة إيجابية أمام المنتخب الروسي وكلنا عندنا ثقة ويقين كبير جدا في اللعب كهرباء تصريحه بعد مباراة أورجواي وبيقول لا بديل عن الفوز على روسيا والسعودية مباراتين أقوية جدا نتمنى توفيق لمنتخب مصر اجتماعات الفيفا تؤخر صفر البشموندس هاني بوريدا إلى جروسني مع المنتخب وكابتن حازم إمام والكابتن سيف زاهر يحضران مباراة منتخب مصر أمام روسيا يعني هتشوفوا إن هيبقى فيه تواجد جماهيري كبير جدا جدا لمنتخب مصر أمام منتخب روسيا علشان طبعا هتبقى المباراة في سان بيترسبرج فبالتالي فيه يعني سهولة فيه التنقل وكمان الطيران يعني كل الطيران اللي بينزل بينزل في سان بيترسبرج لكن مباراة طبعا يعني مباراة المنتخب معه الجواي كان فيها صعوبة كبيرة جدا يعني بغض النظر عن إن فيه تواجد كبير جدا من جانب المصر لكن كان فيه تواجد فما يعني تخيلوا بقى حضراتكم مباراة مصر أمام روسيا في سان بيترسبرج مع المصريين المشجعين اللي بصراحة يعني ظهروا بمنظر رائع جدا جدا وكمان الثقافة اللي بقت موجودة عند الجمهور المصري أنه تفهم يعني إيه منتخب مصر يلعب بس أو يقدم مستوى رائع لكن النتيجة ما كانتش في صراحنا لكن تفهموا يعني إن فيه منتخب مصر وفيه أداء رجولي وفيه طبعا تشجيع لحد آخر ديها فبالتالي إن شاء الله المنتخب إن شاء الله يكون فيه جالية مصرية كبيرة جدا 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 وجمهور كبير جدا فيه ملعب سان بيترسبرج ولا هتقام عليه مباراة مصر وروسيا طبعا إحنا عارفين إن إحنا في العيد فبالتالي الكحك بيهدد النظام الغذائي لمنتخب مصر في المونديال أكيد كان لازم يتم الاحتفال بمناسبة العيد ووجود بعض الكحك طبعا عيد ميلاد محمد صلاح احتفلوا به كافية روسي بيحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح سام مرسي بيشيد بهدف بوكبا في أستراليا الجارديان الفيفا يحقق فيه خلوه بعض مقاعد مباراة مصر وأرجوي جسام الحكم طبعا يستخدم تقنية الفيديو يحتسب رقلة جزاء لبيرو أمام الدنمارك وبولسن نجم مباراة الدنمارك وبيرو واللي انتهت بفوز منتخب دنمارك واحد سفر فوزي لقشع طبعا رئيس الاتحاد المغربي لقرط القدم يحاول رفع معنويات لعبي المغرب قبل لقاء البرتغال تيتي مدير الفني البرازيلي يثير الشكوك حول نمار قبل مواجهة سويسرا لكن كل دي تكاهنات وكل دي طبعا يعني مراوغات من المداربين مارسلو لاعب منتخب البرازيل ولاعب ريال مدريد تصريحه بيقول قادرون على الصعود لمنصات التتويق في روسيا كوتينيو لاعب أيضا البرازيل أحلم بلقب كأس العالم ميسي يؤلم مسؤولياته عن تعادل مباراة أيسلندا بعد ما أهضر رقلة الجزاء ومارادونا يحفز الأرجنتين بعد مباراة أيسلندا وخفير زانتي من الجيد أن تقع المفاجآت من البداية وهبي الخزري طبعا وعلي معلول جاهزان لموقعة أو لموقعة إنجلترا منتخب تونس يلاعب إنجلترا نتمنى التوفيق للمنتخب العربي الشقيق منتخب تونس وهو طبعا المنتخب الوحيد اللي ملعبش فيه الجولة الأولى من بطولة كأس العالم يوسف طبعا المساكني يرفق نصور كارتاش إلى طبعا فولو جراد اللي هيقام فيها مباراة إنجلترا ومباراة تونس لينجرد يثق في تقلق منتخب بلاده أمام تونس ورئيس الاتحاد التونسي يتوقع إنجازا تاريخيا في المونديال يارب كل التوفيق لمنتخب تونس الشقيق وخوكيم لوف تكرار سبعية البرازيل غير وردة طبعا إحنا عارفين أن خوكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا والجماهير السعودية تتحصل على فان مارفك فان مارفك هو اللي كان بيقود منتخب السعودية فيها تصفيات لكن تم الاستغناء عنه وبالتالي هو مدير فني أستراليا الحالي واللي خسر بصعوبة جدا عما منتخب فرنسا اتنين واحد مدرب المكسيك يمكننا الفوز على ألمانيا أشك في الموضوع ده ودراكسلير يحذر من خطورة المكسيك تمام هو ده الكلام بارقة أمل لكومبني نجم بلجيكا في المونديال كومبني عنده إصابة لك لسه مش عارفين هيتم طبعا لحاقه به أو الأولى المباراة ولا لا طبعا رينارد يطالب لعبي المغرب بنسيان نكسة إيران مغرب كان عندها هي أسهل مباراة في المموعة مباراة إيران لكن عنده مباراة صعبة جدا مبارتين مباراة البورتغال ومباراة أسبانيا كلنا شفنا المستويات اللي ظهرت بيها الفرئتين حارس المغرب يرفض الاستسلام وصحف روسيا تركز على اعتذار بوحدوز بعد ما أحرز هدف في مرماء غير مقصود أكيد طبعا يعني نتمنى أن اللعب يخرج من ركابه اللي هو فيها ويكون قادر على يعني أنه يقود المغرب للفوز أو للتعاون لأي تحقيق أي نتيجة إيجابية ضد المنتخبين الصعبين جدا جدا وراموس يدعم بخياء بعد أخطاء مباراة البورتغال وأخيرا صلابة إيران تنظر بمواجهة قوية أمام إسبانيا إيران عندها فرصة هي متصدرة مجموعتها وبالتالي هتنزل المباراة بأعصاب أهدف كتير من مباراة أو في أسبانيا أو البرتغال فبالتالي نتمنى توفيق لكل المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم وطبعا أولهم منتخب مصر هنروح معكم لشان نتابع يونيو كان في أولى لقاءات دي طبعا يعني بداياتا من المجموعة طب نبدأ معكم من المجموعة الأولى نبدأ بمباراة روسيا والسعودية واللي انتهت بخمس أهداف مقابل لشيء ده كان يوم الخميس في 14 يونيو دي كانت مباراة الإفتاح تاني يوم يوم الجمعة يوم 15 يونيو مباراة مصر وأرجوي واللي انتهت بخسارة مصر 1-0 أمام الأرجوي في الدقيقة 89 المباراة اللي بعد كده كانت مباراة المغرب وإيران واللي انتهت بفوز منتخب المغرب 1-0 مباراة الفرتغال وأسبانيا مباراة كانت ممتعة وكلنا تابعناها وشفناها وشفنا قد إيه المطعة الكراوية اللي موجودة في كاس العالم خصوصا أن المنتخبين لعبوا بتاكتك مفتوح والاتنين أحرزوا ثلاث أهداف وتلاث أهداف البرتغال وأسبانيا دي كانت من ضمن المباراة يوم السبت مباراة طبعا عندنا أربع مباراة تتلعبت يوم السبت أولهم مباراة فرنسا وأستراليا والمباراة اللي طبعا كانت بعديها مباراة الأرجنتين وأيسلندا أما طبعا مباراة فيرو والدنمارك اللي لسه منتهية من لحظات زي ما شايفين قدام حضراتكم منتخب فيرو لعب منتخب الدنمارك وأخيرا منتخب طيب منتخب أو أخيرا طبعا كرواتيا ونيجيريا الثاني إحنا بنستعرض لحضراتكم كانت المجموعات المجموعات المجموعة الأولى المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة دي مجموعة الرابعة اللي بتضم الأرجنتين وأيسلندا وكرواتيا ونيجيريا أما المجموعة الخمسة البرازيل وسويسرا وكوستاريكا وسربيا المجموعة السادسة ألمانيا والمكسيك والسويد وكوريا الجنوبية أما المجموعة السبعة بتضم بلجيكا وبانما وتونس وإنجلترا المجموعة الثامنة والأخيرة هي مجموعة بولندا والسنغال وكولومبيا واليابان نخش مع حضراتكم لنتائج المباريات في المجموعة الأولى مجموعة مصر روسيا بتفوز على السعودية بخمس أهداف مقابل لشيء ومنتخب مصر بيخسر من أرجوي بنتيجة 1-0 المجموعة الثانية المغرب لعبة منتخب إيران خسرت منه 1-0 وأسبانيا بتتعادل ثلاث أهداف لكل فريق في المباراة القوية اللي جمعت بين الفريقين والمجموعة الثالثة فرنسا بتفوز على أستراليا 2-1 وبيرو بتخسر من الدينمارك 1-0 الأرجنتين بتتعادل إيجابي مع منتخب إيسلندا بعد ما ميسي أهداف رقلة الجزاء وكرواتيا كاسبانا أو بتفوز على نيجيريا بنتيجة 1-0 لكن المباراة لسه شغالة إلى وقتنا هذا وكيدا نتابع مع حضراتكم أول بأول عن نتائج المباراة طبعا هنا المباراة اللي هتكون موجودة مع حضراتكم بكرة إن شاء الله بكرة يوم الحد 17 يونيو كوستاريكا هتلاعب منتخب سربيا والبرازيل في مواجهة قوية أمام المنتخب السويسري وأيضا منتخب ألمانيا هيلقي المكسيك ثلاث مباراة بتوقيت القاهرة الساعة 2 والساعة 5 والساعة 8 بتوقيت القاهرة وبالتالي كده استعرضنا مع حضراتكم يعني كان فقرة الأخبار يليها استعراض للمجموعات والنتائج وأيضا ترتيب المنتخبات وبكده يكون بسا مكملين مع حضراتكم ونروح يعني لفقرة من فقراتنا الأكيد مهمة جدا جدا لكن هنروح للفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا والمونديال موسيقى موسيقى